العمل تحديات بطبيعة هو اسمه عمل جهد ففيه تحديات كثيرة كيف يمكن للإنسان أن يتعامل مع هذه التحديات خاصة في البيئة في مجتمع مختلف دينيا مختلف ثقافيا إلى ما هناك كيف يمكن أن يكون الرجل أو العامل أو إلى ما هناك ملتزم أو إذا صح التعبير كيف يتعامل مع زملائه المختلفين عنه في بيئة العمل الالتزام إلى ما هناك هذا الخطاب للعامل المسلم نقول له أيها العامل أنت تمثل الإسلام في عملك في أخلاقك في سلوقياتك في معاملتك مع الناس بمعنى في مثل هذه البلاد لم يفتح أو لم يدخلها الإسلام بحروب ولا بسيف نعم إنما دخلها الإسلام بالمعاملة بالمعاملات بالصدق بالأمانة بالوفاء بالعهل هذه أخلاق قل أن تجدها بين كثير من الناس إلا من شرح الله سبحانه وتعالى صدره للعمل به فهذه الأخلاقيات التي فتحت بلاد الصين بلاد الصين وأندونيسيا وهذه البلاد ما ذهب إليها جيش جرار وما ذهب إليها المسلمون محاربون إنما جاء إليها التجار تجار المسلمين بهذه الرحلات وهذه المعاملات فدخلها الإسلام استحسنوا هذا الأمر هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى منا وإذا كان العامل يراعي الله سبحانه وتعالى ويجعل لنفسه خلق المراقبة أنك في هذا العمل قبل كل شيء أنت تعامل الله سبحانه وتعالى هذا المعلم الذي جعلت له ولاية ووصاية على التلاميس فإذا كان يحابي في الدرجات مثلا أو يعطي هذا درجة لأن له قرابة أو لأنه مسلم حتى فهذا من خيانة الأمان لكن إذا كان يعطي الحق الذي حق على الوجه الأكل العدل والإنصار يكون العدل ويكون هذا العمل الذي يكون به بين الناس هو عمل يبتغي به وجه الله ويكون من خلاله دعوة إلى هذا الدين بالسلوكيات لا أقول له أن تدخل إلى العمل يعني مكبرا ومسبحا وترتدي لباس زي الديني أو الرمزية الدينية لا لا ليس هذا ساعتك وليس هذا مقامك أنت في ساحة ومقام العمل ترتدي ملابس العمل التي يجبها القانون أو النظام العام في الشركة ولكن أخلاقك هي التي تميزك عن غيرك معاملاتك هي التي تميزك عن غيرك أخلاقك هي التي تجعلك كدوة يريد الجميع أن يقتدي بها أو يريد الجميع من أصحاب الأعمال أن يكون كل العاملين عندهم من مثل هذه الدرجة من الكفاءة ومن الأمانة ومن الإتقان ومن الإخلاص في العمل إذن العمل هو صورة عن الخلفية أو خلفية التربية التي تربيت عليها لذلك مباشر تأخذ الخلفية إلى دينك اللي هو أنت تربيت عليها أو أنت تأخذ بتعلمي إذن دينك هو من أمرك بالخيانة دينك هو من أمرك بالكذب حين قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة بما يعني كنتم ليست بصيغة الماضي إنما كنتم أصبحتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله في كلمات لشاعر وجدتها بس ما عرفت الاسم يتكلم عن تقسيم أيام الأسبوع في العمل فأحببت أن أقولها هنا هذه الكلمات يقول نعم اليوم كما قال نعم اليوم لنعم اليوم يوم السبت حقا لصيد إن أردت بلا امتراء وفي الأحد البناء لأن فيه تبضى الله في خلق السماء وفي الاثنين إن سافرت فيه ستظفر بالنجاح وبالثراء ومن يرد الحجامة فالثلاثة ففي ساعاتها حرق الدماء وإن شرب امرء يوما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء وفي يوم الخميس قضاء حاج ففيه الله يأذن بالدعاء وفي الجمعات تزويج وعرس ولذات الرجال مع النساء وهذا العلم لم يعمله إلا نبي أو وصي الأنبياء كانت كلمات جميلة في تقسيم أيام الأسبوع على العمل